موسيقى وزي ما تكلمنا عن جمالك هنتكلم بقى النهاردة أميرة عن صحتك في الفقرة التانية بالنسبة يا أميرة لو احنا عايزين نظام غذائي للرجيم كويس ايه محضرانا ايه النهاردة النهاردة معاينا الوجبات الغذائية المفروض تكون عشان نعملها عشان خاطر الرجيم بتاعنا طبعا كل ستات دخلة في فترة الصيف وإحنا أصلا خارجين مشتك كلنا وزننا زايد مش كلنا قوي بس يا أميرة عشان أميرة يا جماعة بتقول كلام مش لطيف خالص لا مش كلنا خالص لا أوعا متى يا هنة 55 كيلو يا جماعة لا يعني لا انتي حالة خاصة طيب أول حاجة بنعملها لازم يا جماعة نشرب 8 كبات مية في اليوم ما يقولوش عن كده عشان خاطر الحرق دايما المية دي هاي اللي بتخرج الوزن الزايد مع الحركة في ناس كتير قوي مش بتقدر تروح الجيم عايز أقولكم ان احنا ممكن حتى لو هنمشي ساعة في اليوم بس هنزبط الدنيا الجدول بتاعنا النهاردة بقى هو عبارة عن وجبات تابعونا يا جماعة بقى عشان كل أسبوع أميرة هتقول لنا نظام الغذائي إيه إيه ناكل إيه كل الأسبوع يعني خلال الأسبوع هتقول لنا الجدول وهنزل برضو الجدول الغذائي ده على البيج بتاعتنا على الفيسبوك طيب هو بالنسبة للفطار تمام علشان خاطر الرجيم بيبقى أساسي بطين مسلوئين وقطع من الخيار هي دي أساسي ولا يشد توست طبعا تمام ده الأساسي بتاع الفطار يا جماعة ده الواقبة تزين مضغاش يعني البيد المسلوئ أنا بيقولش البيد المسلوئ بسي هو البيد مفيد بما أني أنا أصلا هابقى فيه أكلات كتير أوي مش هاكلها يعني البيد هيفيد في جسمية تمام هو عمتنا الخيار هو أصلا مناسب لكل الأعمار آه يعني الدايت ده مثلا مناسب لكل الأعمار آآ آآ لا الأكل عادي خالص مناسب لأي حد بيحاول وزنوين زي شوية هنبتدي بقى أول يوم مثلا اليوم السبت الواقبة الغداء احنا عرفنا خلاص وواقبة الفطار وواقبة الغداء هتبقى عبارة عن سلطة خضرة بس عايز أقول لكم مفهش لا تماطم ولا جزر لأن التماطم والجزر بيساعدوا في زيادة الوزن السلطة الخضرة دي كلها يا جماعة عبارة عن حاجات الخضرة آآ آآ الحاجات بقى اللي هي زي الجرجير وزي الخاصل وزي الكابوتش الحاجات دي كلها آآ وواقبة العشا الحاجات دي بتشبع يعني أنا لو كانت طبق سلطة أشبع آآ هتشبعي يعني في حد بس يعني مش عارفة يعني في حد بيأكل طبق سلطة بيشبع آآ انتي لو انتي عايزة تعملي الرجيم بقى وخلاص ومصممة وفي وزن زيادة فأنا لازم أحافظ على الموضوع ده آآ ممكن أكل معايا آآ قطعة فرق صغيرة تكون مشوية مشوية آآ تمام؟ أنا عارفة إن زيو الزرد والحاجات تبقى غلط ما ناكلش كتير كم جرام؟ طبعا ماكيش رز ولا مكارونا ألو فيه تصال معنا؟ أي معنا تصال مصيف أهلا بك يا مصيف صباح الخير صباح الهنى صباح الهنى عليك يا أم مصيف ما الله يخليك يا أنا كنت حب أشارك يعني أنا وزني 90 كيلو تمام وزنها 90 كيلو أميرة طبعينا يا أميرة بقى طبعينا يا أم مصيف لأن أميرة كل أسبوع هتقول لنا إن شاء الله نظام غذائي وهنزله برضو على البيت بتاعتنا على الفيسبوك فطبعينا وهي برضو هتقول لك نظام بتاع النهار ده إيه بوس يا مصيف أول حاجة لازم الرياضة دي أساسي لازم عايز أقول لك إن لا ترويش شقة أولا إننا بعمل أي حاجة في شقتي ومرهقة طولي اليوم ده ملوش دعوة خالص بالرياضة اللي هي بتاعتنا حتى لو المشي مش هقول لك جم بقى يعني المشي نمشي على الأقل ساعة في اليوم ما يبقاش معنا حد ريحين بنتمشي لأ ده أنا بمشي بمد تمام؟ طبعي بقى الجدوى اللي أنا عمليه ده النهار ده عشان خاطر الوصفة بتاعتنا العشا معنا إيه يا أمير؟ العشا بقى هناخد الغداء صلت يا جماعة احنا مستدعين نشوف العشا ايه؟ العشا بقى قطعة من استيك اللحم تمام؟ يعني هنرحلها بدل الغداء لأي؟ بدل الغداء طبيعي الناس بتتغدى لحمها ما عليهاش لحمة مالح وعلبة زبادي تعاليها ولا ايه؟ لا 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 أعلبة زبادي الوحدة زبادي السيدة اللي هو البلدي العادي بتاعنا ده مش هينفع زبادي اللايت ده أول يوم؟ معنا ايه تاني يوم؟ تاني يوم بقى معنا قطعة دجاج بس هي هتبقى مسلوقة او مشوية بس مفهاش الجلد يا جماعة ده بيعمل زيادة في الوزن الجلد بتاع الفراغ ده لازم يبقى متشيل اه ومع الغدا برضو ممكن اخد اي علبة لبن برضو لايت او علبة زبيت تاني يوم تاني يوم ايه معلش تاني يوم الغدا تاني يوم الغدا قطعة فراغ بتبقى مسلوقة او مشوية حسب انا وشهيتي وانا اعيز ايه بس اما حاجة ما يبقاش عليها الجلد بتاع تمام وما عالبت لبن او عالبت زبيتي العاشة بقى هيبقى عبارة عن الاكل اللي انا مش بتحبه البتين المسلوئين لا صعبا قوي يعني لا ممكن نغير النظام ده يا اميرة لو سمحتي احشان خاطر البيض المسلوئ احشان خاطر البيض المسلوئ دي حاجات طبيعية هنضطرنا كلها احسن منروح نعمل بقى عمليات وتخصيص والحاجات دي كلها احسن ان الناس كلها بتخصش لا 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 يعني انا بحاس ان الشاب بتاع البن ادم ما بتغيرش لا بصي لا اللي بقى في حالات صعبة قوي ليل جراحة والحاجات دي حالات معينة مش كل الناس يعني في ناس فعلا بتخص معاك يا اميرة اه لا في ناس اه طبعا في ناس متابعة وبتقولك اه اه في ناس بنجرب معها النتيجة وبنزل على البيتش بتاعتنا في ناس بتخص فعلا وبتنزل طبعا مش بيبقى الوزن بينزل مرة واحدة بتبقى الكيلوات تقريبا اتنين كيلو في الاسبوع مش رحش منزل اتنين كيلو في الاسبوع طب في نظام يا اميرة حاجة اسمح نظام الرجيم بالاعشاب في نظام الرجيم بالاعشاب هنقوله بعد ما نكمل الوجبات بتاعي خلاص يبقى احنا اتفقنا ان في التاني يوم العشرة بتاعه عبارة عن طبق سلطة والبيت هو بوسي هو احنا بنبدل ما بين الغدا وما بين العشرة يعني انا كالت اول يوم الغدا طبق سلطة العشرة باخد قطعة الفراخ او قطعة اللحمة تمام تاني يوم ببدل بتبقى الصلطة هي العشرة والغدا بيبقى قطعة الفراخ اوكي اليوم التالت بقى عشان يبقى فيه تغيير من اللحمة والفراخ بتبقى عبارة عن قطعة جبنة الاريش الجبنة الاريش دي فوادها حلوة جدا معانا اتصال تليفون تاني معانا تليفون اه محمد من كاهرة محمد اهلا بيك اوكي اتصال قطعة محمد ارجع كلمنا تاني تفضلي اميرة كملي اه والعشرة هتبقى برضو عبارة عن قطعة فراخ او حاجة بسيطة قوي من اللحمة المفرومة انا شايف انه مفيش خضار مفيش بسلة مفيش خسولية مفيش الحاجات الحلوة بتاعتنا دي مهو البسلة بقى والحاجات السلطة دي مش هينفع خالص محمد ارجع علينا تاني يا اميرة طيب اكي محمد صباح الهنة عليك صباح الهنة علي حضراتكو برنامج جميل وخفيف عالصفحة بصراحة يعني مرسي ربنا يخليك عايزينك تقول لنا بقى اكتراحاتك على الصفحة بتاعتنا اكتراحاتك للبرنامج حضرتك انا عايز اوصل لنظام غذائي كويس يعني مثلا واحد يحفظ به على اه يعني ايه وزنه اه يعني الشكل بتاعه يبقى مناسب انت وزنك قد ايه وتولك قد ايه انا وزني اه 83 كيلو تمام وزني 60 كيلو اه وزني 83 كيلو طولي 160 اه محتاج ان انت تخص شوية تقريبا 13 كيلو هو تقريبا صح اه لا اكتر من 13 كيلو كمان هو 83 وهو 160 طبعنا يا محمد هنقولك على نظام غذائي اميرة هتقول لنا كل اسبوع نظام غذائي وطبعنا برضو هتلاقي النظام نزل على البيدي بتاعتنا على الفيسبوع مرسي يا محمد مرسي وصباح الهانة عليك ابو سي هو اللي عايز يعمل الجيم يا جماعة بيتبع نظام الاكل وبيبقى بالجدول بالضبط اللي هو يعني الجدول زي ما هو مكتوب له ايه يعمله ده اللي هو عايز يخسر من غير بقى ما يروح يعمل ايه عمليات جراحية تمام؟ هو الموضوع موضوع سهل احنا نحلم نفسنا شو يعمل الاكل وخصوصا يا هانا نحن داخلين على شهر رمضان 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 نعمل في ايه لا ده رمضان ده ليه حلقة دانية خالص يعني نعمل في ايه هو بس احنا بنزبط يا جماعة نفسنا قبل رمضان ما يبتدي عشان خاطر رمضان كلنا بنعبقى المكاسترات انا شايفا يعني انا من الناس اللي ما بيكلش في رمضان هو فيه ناس ما بتاكلش في رمضان يعني ايه يعني هو بس طبق الشربة وبعدي بياخد طبق الصلاة اميرة وبعد كان ببقدرش ااكل اي حاجة هو عمتا ناس وليلة قوي اللي في رمضان ما بتزيتش ولو شربت عصير ما اكلتش يعني لو شربت بقى الطمر الجميل بتاعنا داول على الاسوس والمشروبات الرمضانية بتاعتنا دي استحال ان انا اكل ما انا بقولك فيه ناس فالمفروض ان احنا بقى نبدأ بيها ولا ما نبدأش بيها نبدأ بالمشروبات دي ولا نخليها اخر حاجة يعني ناخد ايه اول حاجة يعني هو المفروض بتاكلي بلح او بتاكلي الحاجات دي على الفطور الاول تمام معانا محمود من اسكندرية معانا تلفون يا اميرة محمود قالو صباح الخير وعليكم السلام محمود ازاي صباح الهنة عليك ايه الاخبار ايه رأيك في البرنامج البرنامج بصراحة اكتر من الرؤى مرسي ربنا يخليك منورنا عايزينك تشاركنا دايما نتكلمنا كل حلقة تصبح علينا ان شاء الله والله وتبعت لنا افكارك انا صراحة انا معا مشكلة في الكرش تمام اتفضل عني مش باكل ايامة وشغلانتي موهيدة اه لصدار دي وفي معا مشكلة في الكرش ولاي مشكلة كل رجال المصريين اه صراحة اغلب الرجال انا هنقول لك دلوقتي طريقة ازاي تنزل بيها الكرش ده تمام احنا معرفناش اه وزنك قد ايه؟ انا وزني خمسة وثمانين وطولي مية وسبين خمسة وثمانين وطولك كم؟ مية وسبين مية وسبعين اميرة طيب احنا كي مرسي يا محمد تبعنا بوس يا محمد هو فيه طريقة حلوة قوي بالاعشاب كده محمود محمود ولا محمد يا جماعة محمد طيب بوس يا محمد هو انت هتجيب نص لامونة هتعصرها عليها معلقة ارفة كبيرة ومعلقة كمون كبيرة ومعلقة صغيرة قوي من العسل تمام؟ الحاجات دي لو انت عملتها الصبح كل يوم عريق هتلاقي ان شاء الله في خلال 15 يوم ما بيش كرشة خالص يعني فدي طريقة حلوة قوي اه القرفة اصلا بتحرق الدهون لا معلش تاني معلش تاني هما تطلبين مني ان انت تعيدي تاني طيب اوكي احنا هنجيب نص لامونة هنعصرها نعم ونص لامونة تمام؟ ومعلقة ارفة المعلقة ارفة تكون كبيرة طبعا معروف ان الارفة اصلا بتحرق وبتقلل الصورات الحرارية اوكي ومعلقة كمون كبيرة ومعلقة صغيرة من العسل وشوية ماء صغيرين قوي هتقلبهم على بعض كلهم وهتشربهم لو كل يوم عريق الوصفة دي عملتها 15 يوم ان شاء الله مش يبقى فيه اي كرشة خالص مفاجئتنا النهاردة يا جماعة ان اميرا عمللنا حاجة من اي ده ان المزيعين بقى هيبطل ان هما يدخلوا المطبخ اميرا عمللنا ايه النهاردة عمللنا حاجة ايه احنا النهاردة بقى هقولكوا طريقة المفروض ان شاء الله من المرة الجاي هنعمل معينا عمللنا ايه النهاردة النهاردة التارت التارت بالفراولة او التارت بالفراولة هقولكوا واو ساكله رائع اه هقولكوا اللي حتيت عمليه قبل البرنامج وتنزلي أميرة احنا الصبح كده قمنا الصبح كده عملت حاجة لذيذة فطبعا إن شاء الله المرة الجاية هنعمل حاجة هنا هم هيثبتوا فاكرة المطبخ يا جماعة لكن بس أنا باعدكم أن أنا مش معاك وخالص فاكرة المطبخ أنا مش فاكرة المطبخ معاها خالص أميرة هي حد مكتهد وشاطر أكتر مني في المطبخ عندي أطفال ولازم الحاجات الحالية أنا كمان عندي أطفال يا أميرة أنا كمان عندي آدم أنا كمان عندي آدم طيب إحنا النهاردة لتارت يلا أميرة أقولي معينا المقادير أوكي النهاردة لتارت ده هقول لكم المقادير بتاعته النهاردة المرة الجاية إن شاء الله هنعمل الحاجة بأيدينا إن شاء الله إحنا هنجيب ربع كوباية زبدة وربع كوباية سكر وكوباية وربع دقيق تمام وهنجيب بيضة واحدة هو ما بيحتاجش المقادير بتاعته سهل قوي عشان كده نقدر أول منقوم الصبح كوباية نسكافيه كده حلوة ونخص المطبا نعمل بقى حاجة بسيطة كده ونسمع كده فيروز أميرة أي ست بيت تقدر تعمل ده بشكل سريع قبل بتنزل حاجة بسيطة مش محتاج هو عجينا تقريبا تقضي المربة وبتزينيها بالفراولة بالفراولة بالزبط بحط برضو من دمن المقادير فانيليا وزرة ملح بسيطة قوي ومع لقتين كبار مية تبقى مية بردة يا جماعة والفراولة طبعا أنا بخسلها وبقطعها حلوة قوي شكلها رائع تسلم إيدك يا أميرة رسي يا حببتي رسي يا أميرة تعبناكي وطبعا إحنا هندبسها كل حلقة إن شاء الله تعمل لنا حاجة عايزين بقى نشكر المشاهدين كده بنشكركم كلكم طبعا على حصن المتابعة انتظرونا كل يوم خميس إن شاء الله ساعة 9 صباحا وبرنامج طيب معلش النهاردة فكرة المطبخ جات سريع قوي في مرة الجاية هنكملها لكم على الصفحة بتاعتنا تلاقوا الطريقة هلاقي برضو هتنزل لهم الطريقة هنزل لكم الطريقة النهاردة بتاعت التارت والحشو وكل حاجة ازاي معمولة أنا بشكركم يا رب تكون الحلقة النهاردة كانت تبقى خفيفة عليكم قوي وتبقى لذيذة وأتمنى أن انتوا تتبعونا وتقولونا تعليقاتكم على حلقة النهاردة وتقولونا كل جديدة عايزين يبقى معينا في حلقتنا نشكركم وبشكر زملتي هنا مرسي أميرا مرسي أميري اتبسطت معاك جدا وطبعا يا رب تكونوا انتوا كمان اتبسطتوا معنا ومرسي وصباح الهانة عليكم وكلكم مع برنامجكم صباح الهانة مع أميرا وهنا مرسي